السلام عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في تونس وخارجها إن لله وإن إليه يراجعون كانت نتيجة الاستشارة الإكترونية التي أطلقها رئيس الجمهورية بعد سردية الشعب يريد الاستشارة تقول إن لله وإن إليه يراجعون منظومة ونظام قيس سعيد ثم جاءت انتخابات 17 ديسمبر 2022 لتقول كذلك إن لله وإن إليه يراجعون الرئيس يقول نذهب إلى السعود الشهق أفضل طبيب وأبسط طبيب وأوقح طبيب في العالم لا يستطيع أن يؤجل دفن الموتى ولا كذلك استصدار شهادة وفاة ثم دورة أخرى أمس تقول كذلك أن الجسم الانتخابي 7% فقط من الخلايا تستجيب رغم وجود 120 مليون وخص بالأسماس لهذا الجسم المتهالك الذي لم يعد يستجيب أصلا ومع ذلك الشعب يريد لكن تذكرت أن هناك سيد مصفف فرجاني طبيب التخدير طبيب الإنعاش المستشار الوزير لدى رئيس الجمهورية وطبيب التخدير هو في اختصاصه من أكثر الأطباء التي تباشر الموتى وتعلن عن وفاة المريض سيد مصفف فرجاني بالشرف العسكري وبالشرف الطبي قول لنا وقته شد فينا مرحباً مشاهدين الكرام وأهلاً بكم إلى موجهة الأخرى ترجمة نانسي قنقر يا مرحباً مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع مقداد موجه أخرى ومع مقداد الشعب يريد ويريد الشعب ما لا تريد يا رئيس الجمهورية ولمرأة راهي ممكن تحب رجل حب جنوني ولكن يجي نهار تزهد فيه لسبب أو لآخر يحصر على زوزم لاين وسبعمية ألف من الصادقين وأنا زاد في بالي منهم وجبنا برشا صادقين معنا يحصر على ذاك الزمان اليوم استشارة عرّت كل شيء في أفريل 2022 ودورة أولى من الانتخابات 17 ديسمبر كذلك زاد عرّت كل شيء ومع ذلك مازال يقول الشعب يريد مازال يحكي في سردية بأنه يحب يحقق أمال شعب شعب لا يؤمن به ولا يراه في العرس الانتخابي متاعه مجاشه العرس مجاشه العرس رغم 120 مليون استدعاء لم يلبي زاهد رغم لوتوروت بلاش زاهد منع الصيد البري زاهد زاهد في كل شيء أذان صلاة الإشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس نرفع الأذان ثم نعود مرحبا بكم والله أكبر على من تغى وتجبر وعلى من كذب واستهتر على من كذب على ميت وهو ميت يلزم يشيع إلى مثواه الأخير وهو يقول مازال حي في أطباء في العالم ينجم ويعملوا كل شيء ممكن يبيعوا الأعضاء أطباء ممكن يعملوا عمليات تجميل وقحة ويغيرون الجنس للمتحولين الجنسيين يعملوا أشياء كثيرة لأطباء لكن لا أرى طبيب قادر على أن يؤجل دفن ميت وأن يؤجل الإعلان عن وفاة ميت مهما كان الميت هذا تجمل ومهما دلس ومهما بدل ومهما عملي بلون ومهما كذا النبض يقول ميت انتهى الاستشارة تقول ميت انتهى الدورة الأولى تقول ميت انتهى افتح لتروت مجانا قال لك من جيكش بعث 120 مليون أسماس قال لك من جيكش الصيد البري ما علاقة الأرنب والثعلب والذيب مش نوع علاقتها مذومة بموضوع الانتخابات منعوا الصيد قال لك من جيكش ومع ذلك ما زال يحب يقول ما زال في الصعود الشاهق ويقول بانه مش يساهم في حل مشاكل افريقيا ذكروها جيدا وفي حل مشاكل العالم كذلك يعني يحب يلعب الأولمبياد وهو 93% من الجسم متاعه لا تستجيب لأي حركة وإن لله وإن إله يراجعون مرحبا بكم مجددا ومرحبا بصابر النفزاوي من تونس معنا كذلك يرافقنا في هذه الحلقة وسيد صابر مرحبا أهلا تحية للمشاهدين الكرام لا أراك يا صابر على الشاشة نعم أراك الآن مرحبا نهلا وسهلا بك صابر صابر النفزاوي أعطيني تعليقك الأول على الأقل عما قلته أنا في مقدمة هذه الحلقة أضيف فقط نقطة معينة ونقطة خيقة مهمة جدا وهي جلب العجائز من دور المسنين وهذه فضيحة بكل المقاييس ورغم ذلك لم يرتقي التعداد إلى أكثر من 11% هذا طبعا حسب المعنى الرسمي أكيد النسبة أقل بكثير من هذه النسبة أنا في تقدير الخاص لا تتجاوز 5% نسبة الإقبار على هذه الانتخابات ماذا يعني استقدام أستاذ صابر ماذا يعني استقدام عجوز تمثل أمي وتمثل جدايتي تمثل تمثل نحن في منظومتنا الغرب المراعة كل ما تكبر كل ما يزهد فيها الجميع المراعة في موروثنا وفي ثقافتنا وفي ديننا كل ما تكثر تجاعدها وتكبر كل ما قدرها يزيد فهي الأم وهي الجدة طبعا ماذا يعني استقدام المراهضية وهي لا تدري أين تذهب ومن أين جاء بها هي من التعرش أصليين جاءت أصلا ولوين ماشي ماذا يعني ماذا يعني طبعا هذا يعكس قبل كل شيء انحطاط أخلاقي دناء بكل مقيس وإفلاس سياسي أيضا يعني كأن هذه المنظومة تعلم جيدا أنها مقدمة على دورة أخرى فاشلة دورة ثانية فاشلة من الانتخابات وأصبحت تستجدل أصوات استجداءا تبحث عن أصوات بحثا يعني كانوا بحث عن إبرة في كومة قش يعني يبحثون عن صوت أي صوت مهما كان حتى لو كانت عجوز مسكينة في دار مسنين يجلبونها إلى مركز الاختراع ويجعلونها تصوت على على شخص لا تعرفه فيه أصلا يعني في مكان لا تعلم أصله من فصله هذه طبعا يعكس قبل كل شيء حيطات أخلاقي للسلطة وإفلاس سياسي خاصة نعم أعتقد أن تفضل نعم تفضل صابر تحب أن تقول حاجة تفضل نعم يعني الآن بعد الفضيحة الانتخابية الثانية بعد ما يسمى سوسيولوجيا هبة شعبية صامتة الثانية قيس عيد بات في العراء تماما يعني لا سند شعبي ولا منجزة صادي واجتماعي لا شرعية لا شرعية أدائية ولا شرعية شعبية لكن ما يجب أن يقال أيضا أن الأنظمة المنغلقة تحتاج إلى انتخابات تحتاج إلى تنظيم انتخابات حتى لو كانت شكلية حتى لو كانت بنسبة إقبال ضعيفة وضعيفة جدا وذلك طبعا لسببين أساسيين أولا يعني إطفاء شيء من الشرعية على منظومة الحكم في علاقة بالداخل والخارج وخاصة في علاقة بالخارج ثانيا اختبار القدرات التنفيذية قدرات الأجهزة التنفيذية والمسؤولين المحليين والجهويين على التعبية والتحشيد نقطة أخرى الهيئات الانتخابية أيضا المنتخبة الهيئات التشريعية المنتخبة يعني هي أيضا وسيلة لتقسيم الغنائم تقسيم المكاسب غير المشروع فيما بعد نقطة أخرى وربما هي أكثر أهمية البرلمانات السورية يعني حتى ما كانت قائمة على انتخابات مزورة حتى لو كان ذلك التزوير وفجل هي أيضا وسيلة وأداة لصناعة القوانين بشكل يبدو جماعيا تشاوريا ديمقراطيا لكنه في العمق انفاذ لإرادة الحاكم الفردية يعني إما جولدمن هي مفكرة لسلطوية لدولتية حين تقول لو كانت انتخابات تغير الوضع لا تم إلغاؤها هذا الكلام ينطبق على الأنظمة الديمقراطية العادية المستقرة لكن في علاقة بالأنظمة الانقلابية الوليدة فصندوق الاختراع ليس بتلك السورية التي يعتقدها البعض هي مؤثرة هي يمكن أن تقول من حالة استثناء إلى حالة استثناء دائما صح التعبير من حالة انقلابية إلى حالة مفوق انقلابية أي من مرحلة الانقلاب إلى مرحلة ما بعض الانقلاب أو مفوق الانقلاب وهذا هو الخطير في الحقيقة طبعا الانتخابات هي أداة خطيرة جدا للشرعنة لإطفاء مشروعية معينة ولتعميق ولتوتيت أركان أي حكم استبدادي وليد هذه هي الخطورة نعم في النهاية ليست أمرا يعني زاد عبثيا ما قامت به السلطة هو أمر مؤثر ولو تأثيراته وتدعياته يمكن تكون مفصلية حقا في علاقة باستمرار هذا الوضع طيب طيب انتخابات يحبوا يقولون اللي هو أرث انتخاب مع أن 17 ديسمبر اللي هو يوم الشهيد ويوم الشهداء يوم بوزيان ويوم الرجاب ويوم الجسرين وتالى ومدن أخرى أصبح أقرب تاريخ السبعة نوفمبر هو 17 ديسمبر اللي فات تقريبا أقرب تاريخ السبعة نوفمبر الأخراني متاع 2010 هو 17 ديسمبر اللي فات في مشهد انتخابي أرث انتخابي خلينا نشوفهم ما للأرث مم يتزينون ويظهروا في الاستقبال ويتفقدوا الضيوف خلينا نشوفهم ما للأرث نشوفوا رئاسة الجمهورية شوفوا رئاسة الحكومة ما هو نشاطها على الصفحة في هذه الأيام الأيام امتاع الأرث امتاع الأرث بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزرية حول وضعية شركتي البيئة والغراسة والحالة زون والبسنة بكل من تطوين وقبل لي مرحبا نشوفوا 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 البوست لاخر عدونا نعطونا لبوست متاع رئاسة الحكومة وسيد الرئيس كذلك نعم اشراف رئيس الحكومة السيدة نجلة بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة على حفل تكريم مؤسسي شركة ناشئة انستا ديب انستا ديب رئاسة الحكومة الجمهورية مالي العرس الكبار اللي عينونا اللي عملونا العرس الكبير عنا عنا ما نحب ونشوفه تراه اخر ثلاثة يام اذا يا ابو العريس والعروسة هذا ابو العريس والعروسة هذا ابو العريس والعروسة جديدة هو اللي خطبها هو اللي اشرف وهندس العرس بكله العرس اللي عنوانه الهرم المقلوب على رأسه وهذا اجتمع رئيس الجمهورية قيسة سعيد عصره يوم الخميس والعرس ما في بيك بجاب الله حد من نهار الخميس 26 نجام في مخرجش بول عريس وبول عروسة بقصر قرتاج بالسيدة نجلة بودن رمضان يعني 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 ماذا أقول أستاذ صابر نفزاوي نعم أستاذ صابر نفزاوي ماذا يعني ماذا يعني نشاط رئيس الحكومة ورئيس الدولة خارج السياق الانتخابي وخارج مربع السناديق وخارج هواه الانتخابي اللي فرضوا على الشعب كامل ماذا يعني أولا وقبل كل شيء هذه الحالة هي حالة الانكار التي عرفت بها السلطة الإقلابية ككل لكنها أيضا اعتراف ضمني بالفشل لأنه في الحالات العادية يحتفى باستحقاق الانتخاب بما هو انتخابي ناجح ويكون يعني موضع احتفائي يعني يعني مناسبة احتفالية لكن غياب هذا الاحتفال هو قرار ضمني بالفشل بمعنى أنه ليس هناك من احتفل به كأنه يريد أن يقوله لنا ليس هناك من احتفل به ما حدثه هو فضيحة معزلة فهو خسارة بكل مقيس لذلك هذا ما يفسر ربما الغياب التام لأي ذكر ربما لهذا الاستحقاق الانتخابي وهو أقرار ضمني بالفشل في النهاية نعم الرقم ما تجدونه هو أسفل الشاشة الواتساب 0216-98-2763-63 الشباب ما شاء الله يبعثونا في مواد يبعثونا في تدوينات ويبعثونا كذلك حتى موضوع الحلقة تقريب يحدد حسب يعني ما يأتينا من رسائل اقتراحات وملاحظات مهمة شكرا لكم جميعا وننوى بأن الرقم موجود لكم وليحب حتى يبعث فيديو نحن يعني نمرر الفيديوهات هاتوا نشوفوا بعض التعليقات اللي هي الغارقة في السخرية والغارقة كذلك في الوعي وتصريحات أخرى للصادقين أتباع سيد الرئيس خلينا نشوفوا ماذا دونوا كل هؤلاء على اختلاف مشاربهم العربي جاسمي قال شدد فيه الصحيح باش نمشوا الانتخاب قال له غالب صور بالعلم وشافي نزهة مع زوجه شاء الله ربي هنيه ثم خالد الجربي خالد الجربي ماذا كتب قال شفت رجاب ألفين صوت واللي غلبه جاب ألفين ومية وشوية صرف تعرفوا الدكتور محمد العفاس أو الدكتور عبدالطيف المكي بقداش من صوت طلعوا ولو تصير انتخابات على الأشخاص وهو ما فيها يجيبوا أكثر وهو ما فيها يجيبوا أكثر مواصلة إنكار طبعا هؤلاء ترشحوا بعشرات الألف من الأصوات إلى خليفة الغلوفي عبر خليفة الغلوفي وتحية لعيدة أولاد غلوف قال عرس انتخابي يندب له الجبين على معنى على المعنى متع ليلى المعروف جد المشلز من عطي اللقب معروف ليلى اللي هي ليلى الأخرى في حزام السيد الرئيس عرس انتخابي يندب له الجبين بالقوي وبعسكر بين المطرقة وسنجاب بحيث حالة لا يرث لها وزيد العريس قطع نعم ثم الدكتور ذاكر لهيذب دكتور ذاكر لهيذب يعطيه الصحة ابن جرجيس الأبية وتعرف شفتر ترشح في جرجيس وتعرف وهو كبير مفسري من أحلام السيد الرئيس قال سيكون يوما مليئا بالعبارات الجميلة التالية من نوع تفضل يا حاج ساعد يروحك يا حاج رد بالك من الدرجة يا حاج هو الحبار يا حاج هاتنا عونك يا حاج الله يبارك يا حاج انت إنسان وطني يا حاج رد بالك هكذا الحفرة قدام المدرسة وانت خارج يا حاج مستقبل تونس هنا نحب أن نأكد عنك العزوزة العزوزة اللي جايبينها من المأوى المسنين تقريب الأسألة الكل كانت على الكاروسة وحديثها هي كانت تحكي على الكاروسة ما زال سؤال على الكاروسة ما شفناه شو كان ذاك اللي هي الكريم ممكن يزيد ورفيق عمارة قال عاجل يتهكم قال أحمد شفتر يطلب الانضمام لجبهة الخلاص إنعم والنائب رفيق عمارة قال بتونس يرفع هكذا كتب رفيق عمارة ثم نذهب سالم لبيض كتب وحبر كثيرا في هذا الموضوع سالم لبيض الذي كان يسائل الوزراء وكان يحلعينه في الوزراء وكان يحرج الوزراء وكان يحمر وجوههم وكان يخوفهم ما يجوش أصبح يدون وإن شاء الله نسمع الآتظار الكبير قال جرجيس تقبر الشعبوية والأوهام التفسيرية وتؤكد نهاية شرعية ومشروعية الرئيس رأي حر سالم لبيض قال على خلاف الانتخابات الاتجارة في مختلف الدوائر كان الصراع في دائرة جرجيس بين ممثل حركة الشعب سيد مسعود جريرة وممثل رئيس الجمهورية سيد أحمد شفتر أسقطت جرجيس ومن داخل منظومة 25 جولي الانتكاسة السياسية التي ألمت بتونسيين على حين غر الانتفاق الشعبوي الطباوي الذي منفك يتجلى من خلالها مشروع الرئيس سعيد بأعلى أصوات أهاليها رغم صمتهم هتفت جرجيس المكلومة من فجاعة 18-18 والموجوعة من تصريحات الرئيس حول تلك المظلمة واتهاماته القائمة على تقارير باطلة وحجة جواهية لا لمشروع الرئيس ولا لمثله ومفسره وشارح موتونه التي لم تكتب ولا لخياراته وسياساته الفشلة ولا لهذه الظاهرة الصوتية الجوفاء ولا للأوهام التي لم يتوقف فالحقيقة جيد ما كتبه سلم لبيض ولكن هذا ولن يغفر له لأنه اعتذار هو من شيمة الكبار وعرفنا أن هؤلاء هم الذين كانوا يعايتوا يحبوا يعمل حكومة الرئيس عبد الرؤوف العيادي المناظر المحامي قال الأمور بخواتمها الأمور بخواتمها انتهت مغامرة تصحيح المصار بالصندوق الفارغ والخزينة الفارغة واتضح أيضا أن الشعار 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 فارغ كذلك ثم ثم عبد القادر المنسي قال إن بقيت فيه ذرة من إنسانية بعد هذه النتيجة المخزية الليلة يستقيل ويطلب السماع اللهم لا تجهل لظالم بعده علينا سبيل أمين ثم ثم الصورة تغني عن العبارة والصورة تمنعنا من أن نتكلم بوعسكر القاضي لقاري القانون بوعسكر يلعب في دور من حبش نصفه هذا الدور تعالى هذا وجدي جريدي هو الذي نشر هذه الصورة ثم ثم في بالي ما زال عننا ما زالت عننا بعض التعليقات جمال الدين الهاني من بريز كتب قال حتى الشيف طار الشيف وكبير المفسرين طار أكثر من كبان سعد هذا وتمرميد هذا ما ريتش خوية هذا مش رقعة قال لك هذه مرخصها مجماعة الانقلاب اللطف ثم ثم بعده ثم بعده نذكر بأحمد شفتر أرسلها لنا صديق البرنامج قال أحمد شفتر النشط في حملة قيس سعين في حوار شامل للشارع المغاربي يذكرنا قال بعد الانتخابات باش تشوفوا العجب وقد رأينا العجب لسنا في الحكم قيس سعيد لم يفقد غراما واحدا من شعبيته يعني والله أنا ما نعرفش والله هذو ما تهم يحشموش من زوجاتها ما يحشموش من أولادهم ما يحشموش من جيرانهم ما هي حشموش من العطار الأمي اللي فيه شهامة وما زال يبيع بالكريدي وما زال يبيع بالكلمة ما يحشموش هؤلاء حصلوا عاطف بن حسين عاطف بن حسين يقوله والفنان هو ضمير الشعب وعاطف بن حسين عبر على أنه الضمير أما مش متع الصادقين الضمير متع الناس الخرين عاطف بن حسين قال الشعب سينتصر مهما كانت نسبة إقدامي على تصويت مهما كانت نسبة الإقدام على تصويت والله والله نعمل نعمل تتعمل مظاهرة في مدرسة ابتدائية كي نعطوهم عنوان من هذا النوع يعمل مظاهرة لأنه تمرد على العقل وتمرد على المنطق وتمرد على الفطرة السليمة لا تعنيني الأرقام فهي لم تكن عنوان الجودة والتميز زيه فأتفه الأعمال التلفزية الانتخابات حطها والمشروعية اللي تأتي من صندوق الانتخابات والاقتراع شبهها بالستكوم وشبهها بأولاد مفيدة فأتفه الأعمال التلفزية التي تستقطب أكبر نسب مشاهدة لا تعنيني الأرقام بل تعنيني الجودة هي الجودة هي حتى وإن كان وكننا أقلية لكننا الأقلية التي تصنع التاريخ ولا عزاء للخوان المأجورين سمسيرة الأوطان أصحاب البتندات الحزبية يعني ثلاثة وتسعين بالمئة اللي ممشوش للانتخابات وثلاثة وتسعين بالمئة هؤلاء لا يمثلون أي شيء لمن يزعم بأنه فنان واستغفر الله العظيم نكتفي بهذا القدر صابر نفزاوي صابر نفزاوي وقبل ذلك صابر نفزاوي صفر ناخب بمكتب برج الخضرة بتطوين والله هذه لا تفوتنا تحية تحية للمنسيين اللي نسيتهم الدولة اللي يعرفوا كيفش عاقبوا الدولة وتحية تحية اللي ما عندهمش الجامعات وما عندهمش الأكاديميين وما عندهمش المحاضرات لكنهم يعيشوا قمة الوعي بل يعانقوا شموخ وأوج الوعي هؤلاء الذين يعرفوا كيفش يعبروا يعرفوا كيفش مرمدوا نظام رخيص بخيص أستاذ صابر أستاذ صابر 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 نفزاوي صابر نفزاوي بالله شنو رأيك فيه اللي قالوا ما يسمى بالفنان شنو رأيك فيه والحاجة كلام بضحك ويعبر عن ضحالة في الثقافة السياسية لأنه المعيار المنضبط لمعرفة رأي الشعب هو صندوق الاختراع وعندما نقول صندوق الاختراع نقول أرقام هذا أمر طبيعي ثم هو يتحدث عن الجودة من يحدد الجودة عاطب بن حسين يحدد الجودة من يحدد الجودة كيف نقول هذا أجود من هذا ما المعيار ما المقياس لقياس كل هذا يعني كلام فحقيقة لا يردوا عليه وأنا حقيقة أخجل من ردي عليه نعم طيب وقد عبر المواطن التونسي عبر على أنه لا يتشرف ولا يعبأ لا يكترث ولا يهم ولا يهتم ولا يلقي نظرة ولا يعطي قيمة أصلاً لهذا الحدث اللي بالنسبة لي يعتبره كونجي كونجي بأس كونجي بأس حتى اللي قتله خطيبت ونهارتها هزني لبلاسا كالم هزها لقاعة الانتخابات على خاطر تقريب من من أفضل الأماكن اللي تنجم تفكر فيها وتشرف فيها كاستاي وتحدي كان تحب تبعد وتعمل عقلك أفضل الأماكن هذا مع المواط لكن اللي أقامت العرس هدايا واللي أشرفت عليه هيئة الانتخابات اللي يشرف عليها قاضي اسمه أبو عسكر اللي هو رئيس الثكنة الانتخابية الجديدة ومعها الكبير ستليلي المنصري نشوفه بالله شوية تصريحات عن فيديو نحب نسمعه ستليلي المنصري وشوفه وجه الأز شوفه كم هو مستبشر وقدش عنده ثقة في نفسه وثقة ظاهرة أو أي واحد تبارك الله لم يشوف يفهم حجم الثقة لدى المخاطب المتكلم ترعتونا بالله ضعيفة متواضعة مثل الدورة الأولى إن شاء الله زي ترتفع شوية بعد ثلاثة سوية النسبة قابلة للدراسة والتقييم في إطار علمي موضوعي يجي الوقت يزم التقييم بحث على الأسباب امتاحها لماذا تراجع الناخب التونسي عن التصويت ما هي الأسباب متعودين بثلث الجسم الانتخابي هو ليشارك أكيد هناك عدد أسباب الهيئة أكيد تتحمل جزء من المسئولية والأكيد وأن الهيئة قامت بوجبها التقني والفني في توفير الظروف في تعريف الناخب بالموعد وفي تعريفه بالمترشح الذي قمنا به في الدورة الثانية لأنه عدم معرفة الناخب المترشح في الدورة الأولى كان من بين الأسباب إن شاء الله في الوقت المناسب يوقع التقييم والنظر في أسباب العزوف أكيد من بين الأسباب وأن المقاطعة تعتبر في نهاية المطاف حق ورأي وموقف لكن في نفس الوقت أكيد وعندها مؤثرة يزم دراسة يزم نعرفه علاش يزم نعرفه علاش الشباب معناها من نجيبش نجوبك حينيا علاش يزم دراسة مع أهل الاختصاص يزم نشوفه علاش الشباب أقل فئة عمورية هي التي تشارك روغ مش كنتون في جميع المسارات تقريبا يزم دراسة معمقة وموضوعية وعلمية وتوجيه وقتها أكيد 7.73% إلى حدود الساعة الثالثة مساء نسبة ضعفة متواضعة مثل الدورة الأولى إن شاء الله هذه ترتفع شوية بعد ثلاثة سوية نسبة قابلة للدراسة والتقييم في إطار علمي موضوعي في إطار علمي وموضوعي سيطليلي المنصري يحب يهزن المكتب دراساته ومكتب استشارات ونشوفه نعملوا تحليل علمي وموضوعي محلاها كلامه ونشوفه علش الولدات ممشوش ينتخبه الشباب الصغار صبحوا راقدين ولا تفرجوا في الماتش بتاع ديربي علش ممشوش زعم الأولاد التقص ربما بارد ربما ممشو لأينا دراهم يتمتعوا بالثلج محلاها ستليلي المنصري محلاك محلاك ستليلي المنصري شوف لنا مكتب دراسات ستليلي المنصري الله يخليك سي صبر صبر نفزاوي رئيس هيئة انتخابات رئيس هيئة انتخابات ما يقولش اللي أنه هناك ثم عزوف واضح ما يقولش اللي 17 ديسمبر أمس 30 جنفي هو هو تأكيد ل 17 ديسمبر تأكيد للطلاق تأكيد للموت الحقيقي للنظام والمنظومة وإعلان وفاة حقيقي ورسمي معناها يعني يلتف على العبارة ويخاطب شعب كامل ويخاطب الجميع أو يخاطب 12 مليون مشكلة اللي ينتخبه فقط كيفاش تشوف شخص بمستوى بمستوى ناطق رسمي لهيئة الانتخابات أشرفت وعدارة العملية الانتخابية مع كل هذا السقوط الحر في كل المؤشرات ومع ذلك يتكلم بهذا المنطق أولا هو مثلا بودربالة رجل قانون بوعسك الرجل قانون الكثير برجال القانون وقفوا مع سعيد مع الانقلاب في الحقيقة هذه الظاهرة ظاهرة يعني وقوف رجال القانون يعني عدد كبير برجال القانون مع الأنظمة الغلقة هذا أمر يعني عرفناه في التاريخ ومعروف جدا حتى في كتاب مثلا تيموتي سنايدر حول التغياء العشرون الدنس من قرن العشرين ورّانا أنه الانقلابات أو الأنظمة الاستفادية لا يمكنها أن تدوم دون رجال قانون دون قاعدة قانون قاعدة من قانون هذه نقطة عابرة لكن في علاقة بهذه الانتخابات أولا هو ليس من دورها التهجم على المسار حتى نكون موضوعيين عاود سمحني ليس من دورها التهجم على المسار في الحقيقة حتى نكون موضوعيين هذا موقف سياسي لكن أيضا ليس من دورها التبرير العزوف ما دخلوا في جيوا الناس ولا ما يجيوش هي مهمتها تقنية فنية فقط والتوقف حتى الارتلساسة ميس يعني 120 مليون إرسالية تقريبا نعم خارج الارتلساساتي يعني في الحقيقة هي مش من دورها أنها تدعو الناس إلى ذلك يعني يعني الحرص أنهم يجيوا انتخب مش من دورها هي حتى يجيوا عشرة من الناس فقط المهمة العشرة من الناس ينتخبوا ويصوتوا في أحسن الظروف ويقف الدورة وعندها ذاك مش من دورها أنها تحسن نسبة أو شيء من هذا القبيل يعني تقلل في كلام سياسي في الحقيقة هو في الحقيقة يدعم هو داعم لمن عينه في الحقيقة هي في النهاية هي معينة منصبة من الطبيعي أن تتحدث بهذا المنطق يعني المناصر للمصار بشكل عام نعود نحب أن نرجع للمنطلق السؤال الذي انتلقنا منه في بداية الحلقة هذه ما الذي تبقى ماذا يجب أن نفعل من المسؤول على أنه يعلن على نهاية نظام ومنظومة قيس سعيد وعلى الصعود الشاهق بأنه بات مستنقع وبات سقوطا حرا يعني حسب رأيك سابر شكوم للي من المفترض اليوم يعني هذا رئيس لا يعتذر وهذا رئيس لا يعبد ببشر أصلا وهذا رئيس حالته حكيت عليها نادي عكاشة ما زال معنا حتى تأكيد آخر على الأقل الرواية الوحيدة اللي نعرفوها هي رواية نادي عكاشة وسرديات أخرى كذلك محيطة من الذي ينبغي اليوم أن يكون تكون عنده جرأة في الأجهزة الصلبة لست أدري في المستشارين متاعه قل لي برأيك من الأقرب على الأقل ليعلن عن نهاية هذه المنظومة وأعلن وفاة بالنهاية خلينا نكونوا واقعيين سعيد بما قطعه الآن في مساره يعني أعمل استشارة إلكترونية أعمل استفتاء دورتين في انتخابات تشريعية ملايين الدنانير مشيت يعني بعد كل هذه المصاريف وبعد كل ما أنفقه من خطاب أيضا تعبوي وتحشيدي وبناء قاعد وشعب يريد بعد كل هذا سيتراجع طبعا هذا مستبعد جدا سعيد لن يتوقف وهذا ما يستدعي إجباره على التوقف من سيجبيره على التوقف أعتقد أنه الجيش ليس هناك طرف بخلاف المؤسسة العسكرية يمكنه التدخل لإنقاذ البلاد والعباد من هذه الشعبوية الشريسة في الحقيقة ولولو وراء فهم حاجة يمكن نقطة ضوء صغيرة في الحكاية أننا ربما لن نذهب إلى النظام السددي مغلق باعتبار أننا أمام الشعبوية رثة شعبوية غبيا ربما قيل سعيد ورّت نفسه بهذا الخطاب القاعدي المهمش والمحيد للأحزاب ولدور الأحزاب الأنظمة أو القادة الإنقلابيون في العالم أو في التاريخ أغلبهم قادة عسكريون أو قادة حزبيون هو قيل سعيد له عسكري ولاه أمني ولاه قائد حزبي هو يحتاج في النهاية أو إلى حزب هذا الحزب لا يكفي ليس من دور الأحزاب طبعا التعبية فقط والتحشيد فقط الحزب ضروري ومهم لتوزيع الغناء والمكاسب بين مناصريه ومشيعيه بمقوي قاعدته الشعبية ويجعله أكثر صلابة ثم أن الحزب مهم جدا أيضا كقوة تعديلية ما نراه الآن مثلا من عراق ومن نزاع بين أنصار قيل سعيد هو في الحقيقة من أسبابه غياب مظلة حزبية معدلة يعني عدم تفكير قيل سعيد في إنشاء حزب هذا أمر في مصلحة في مصلحة الشعب التونسي وليس في مصلحة الطموحات الاستبدادية لقيل سعيد هذا خد الحل حسب رأي هو بتدخل من القيوة الصلبة وعندما نقول قيوة الصلبة نقول الجيش التونسي أنا في الحقيقة لا أستطيع أن لا أدعو إلى القيام في انكلاب ديمقراطي هناك ما يسمى كلاب ديمقراطي يعني حتى لا يضحك البعض ولكن كلاب ديمقراطي وهو تعبير لأوزان فارول تحدث عن كلاب ديمقراطي بمعنى أن يدخل الجيش بشكل خاطف بشكل سريع ويأخذ السلطة من مدني ويعطيها إلى مدنيين آخرين ويتمع نحو إجراء انتخابات انتخابات التشريعية وليأسية حتى تتم العودة بسلاسة إلى منظومة سياسية منفتحة وعادية وطبيعية نعم نوه قبل أن نمر معك سابر أستاذ المشاهدين بأن الرقم صحيح مفتوح ومتاح ويتعذر علينا أن نتفاعل مع المشاهد إذا كان يحب يوصل صوته الآن يتعذر علينا لأسباب تقنية وفريق وأمور عن العموم التقنية وإنما الآن يعني ثم اتصالات كثيرة على البرنامج نأمل أنكم تتفهموا أنه ظروفنا وطاقتنا لا تسمح لنا بأن نتفاعل مع السادة المشاهدين إبانا وأثناء الحلقة وإنما من الأفضل أن يكون هذا بعد الحلقة ومرحبا بالجميع مشاركة أو اقتراحات أو أي شي كان صابر النفزاوي إصرار هيئة الانتخابات على أن تقود عملية ميتة على أن تبقي على جسم انتخابي ميت وتقول بأنه عنوان لحياة لنظام ومنظومة جديدة تبشر بحلول جديدة ونظام جديد مبني على هرم مقلوب إلى أخيره وقاضي موجود على رأس الهيئة هذا الإصرار وهذا الإمعان وهم يرون بعذونهم قاعدين يشوفوا أن العزوف ما ما استشره إلا الناخب فقط دوائر لم تجد مترشحين الكرسي اللي تتعارك عليها الرجال وتدفع عليها الرشوة يعني ساموا كل المفلس وبخص وازهد فيه الجيعان ازهد في كرسي قيس السعيد ومع ذلك أننا نرجع يعني بعسكر وجماعته مصرين على أن يقودوا العملية الانتخابية الانقلابية الرصة المفضوحة عالمياً هناك ضغط عليهم ما يخافوش من محاكمات جاية يعني العاقل يقول هذا النظام سيزول اليوم غدوة سيزول سيزول بزوالي مش أهل ومالي لا بزوال الناس اللي من تالي اللي شدين الدمية هؤلاء لا يعون يعني مخاطر ومحاذير وشرور أفعال أفعال مستوصبر للدرجة هذه برأيك وهذا ينسحب أيضاً وزيرة العدل يعني وزيرة العدل تقوم بأشياء خطيرة جداً وستؤثر عليها في المستقبل في تتبعات قضائية وملاحقات قانونية الغريب أن هؤلاء يتعاملون مع الوظيفة السياسية بمنطقة الوظيفة الإدارية بمعنى أن مجرد موظفين يعملون في شركة مهم ومهم خاسرة أو رابحة أو موضع اتهامات أو شيء من هذا قبيل هم يختم على الروح فقط هذه الداخل في الزبونية السياسية بمعنى أن في مناصب معينة يسترسقوا يتكسبون من أعمالهم دون أدنى ضمير دون أدنى مبدأ دون أدنى هدف نظالي محدد هذا طبعاً الشيء في الحقيقة في الأنظمة منغلقة كل نظام منغلق لديه مشايعو لديه مريدو من ناس يجر والطمع أو بآخر وربما أيضاً خوف رهو وربما يكونون هذا موضوع الكزيز الكثير من الشخصيات ربما أكون تشاهد منقلاب اليوم ربما هي تحت ضغط ملفات معينة نعرف نعرف جميعاً أن ماشي بالملفات ماشي بالتهديد ماشي بالفيديو ربما قيل الكثير مثلاً عن الشيشي وعن الفيديوهات التي يمسكونها علي يعني ويقال هذا الكلام بشكل كبير جداً ولا أعتقد أنه مستبعد أحياناً تقلبات في المواقف غريبة ومريبة يعني تقول هذا الشخص كان يتحدث يميناً أصبح يتحدث يساراً كيف حدث هذا التطير وهذا التبدل وهذا التحول في كل شهر هذا لا يمكن إلي أن يكون بضغط تحت ضغط تحت ابتزاز معين أعتقد أن الزبونية السياسية أو أن المنطامة السياسية تفسر وحدها في كل الزبونية نعم الدورة الأولى من الانتخابات كانت في 17 ديسمبر وقبلها حكينا على الاستشارة الإلكترونية وكلها عطات بأنه الجسم ميت قلنا وآمس شمينا الريحة آمس اليوم هذه المنظومة تحتاج إلى رجل شجاع يمن بأنه الدفن ضروري يعني برأيك جبهة الخلاص والقواء المعارضة في تونس عندها الجرأة والشجاعة أن تعلن على مراسم دفن وإكرام الميت دفنه يا أستاذ صابر تخدونه لسه بيد جبهة الخلاص أو غيرها أن تعلن أو وفاة أو على الأقل أن تقوم بمراسم الدفن على حد تعبيري يعني الشعب هو الذي يجب أن يتحرك يجب أن يتحرك الشعب ويشتاح الشوارع حقيقة ويطالب بإيقالة أو باستقالة سعيد يعني هذا هو المطلب الأساسي في النهاية الدور المعارضة هو التحفيز الشعب على التحرك لأن الشعب هو من يغير في الحقيقة هو الذي يمكن أن يدفع القوى الصلبة إلى التغيير يعني القوى الصلبة لا يمكن أن تتحرك إذا كان الشعب لم يتحرك الشعب يجب أن يتحرك وتحرك الشعب هو الذي سيغير وسيؤثر أيضا في صانع القرار الغربي في الموقف الغربي في الموقف الدولي والموقف الدولي هو الذي سيوعز بشكل ما وسيؤثر بشكل ما على القوى الصلبة للتحرك لإنقاذ البلاد النهاية يعني الحل بيد الشعب وأنا أعتقد أنه كما نعلم جميعا أن الثورة ليست خيارة الثورة ردة عن عدام الخيارات نحن حقيقة اليوم في مرحلة عدام الخيارات أي في مرحلة الثورة في مرحلة تستحق الثورة وتحتاج إلى ثورة أستاذ صابر قبل أن نذهب إلى موجة أخرى ننهي بهذه الحلقة يعني الإنسان أحيانا يحتاج نصيحها من ولده وبنته الصغيرة نعرف إيش يكون أسلم نعرف إيش يكون ملحد شيوعي لا يؤمن لا بربي ولا بمحمد وهو مغربي أستاذ فيزيا يقرّي عمره كامل في أن الأرض تدور لما جسم يدخل في الدورة ميكانيكيا لابد من قوة دافعة يقرّي فيها في الجامعة ويعيش ملحد بنته الصغيرة روحة يوم من الأيام قتل أبي بابا اليوم المعلمة قلت لنا الأرض تدور كما تدور الدوامة يا بابا الدوامة ندوروها نحن والأرض تشكون يدومها فقام فقام فاغتسل ومنهارتها تغيرت حياته اليوم قيسس عيد عنده مرأة متعلمة زوجة ودخلة الحياة العامة وموجودة وميش متخبّية يعني قادة موجودة وعندها تأثيرها وعندها وعند حضورها يعني برأيك لما الإنسان يكون هاز كار ومش يدخل بها في واد بسه ماشي واحد يقوله صلي على النبي بسه ماشي واحد يوقفه بسه ماشي واحد يذكره بأنه الكار فيها 12 مليون أي دور اليوم ولا غالب لما تشوفه تونس ماشي إلى ما ماشي هي عليه نولو نستنجد بمرته وميسالش نقوله لعلها وهي تحب الخير لزوجها وتحب الخير لأبناءها تفهم بأنه بأنه مشروع قيس السعيد هو وهم شعبيته هي وهم اللي دائرين به ما همش موجودين انفض الناس من حوله كبير المفسرين وباء أحلامه وأوهامه سقط في جرجيز سقط مغشيا عليه من الصفعة ما تنجمش تلعب أدور زعمه في إنقاذ تونس أن قيس السعيد يعتذر وأكيد بأن كارهيه ومعارضيه مش يتعامل يعملوه مش كما مش يعملوه هو مازال مواصل وصلنا فصيلة الدم متاعنا المالي سياها الثنين يعني مشين إلى الإفلاس يعني في أرض للمراطب على مستوى موثوقية الدولة وسمعة الدولة وقيمة وسمعتها المالية وسمعتها الاقتصادية هذه رسالة ربما توصل إلى قلب المرأة والمرأة نعرفوها رب يخلقها تعيش بالعاطفة وتعيش بالحنان وتعيش بالحب أكثر من الرجل مثالش أعملي سوعة من زمان وخمي في زعم المصار هذا الموجود وين يوصل تونس وين يوصل زوجك لقدر الله بنحبوش تشرحنا ولكن والحال أن الضحية هي تونس المرتهنة في قبضته الآن فالمسئولية محمولة عليك نجمي كيمة نجمي تلعب دور في تعيين وزير كيمة نجمي تلعب دور في خلق لوبي نجمي تلعب دور كذلك في أنك تضغطي تقولي بأن الوضع لم يعد يحتمل أصلا نمشي إلى موجة أخرى ثم نعود نسأل الله حسن الخاتمة لنا ونسأل الله حسن الخاتمة لقيس سعيد ونسأل الله حسن الخاتمة لتونس نسأل الله حسن الخاتمة لزوجة الرئيس نسأل الله حسن الخاتمة للمعارضة كذلك في أنها تفهم إشارة للشعب وعزوفه على الانتخابات ومقاطعته للانتخابات مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت قالوا لقيس سعيد والله لو عملت لنا شقالة كوسكسي والله لو ضعت شقالة كوسكسي متاع 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 كبيرة متاع متاع كبيرة بلحمتها والله ممكن نأتيك نأكل القصعة ما والله لا ندخل الانتخابات نسأل الله حسن الخاتمة لجميع هو درس في حسن الخاتمة عبد الله بانامة نعمة الداعية الشهير والمعروف واللي ثلاثين سنة قضى حياته في كرسي ما يتحركش بعد شلل رباعي أصابه وثم كذلك ستيفن ويليام هاوكينغ عبد الله بن نعمة يعني غادرت روحه هذه الأرض وهذا الكوكب النجس ومشاه إلى أرض ومشاه إلى مكان أطهر الله يرحمه نعمه وقد فرقنا ونترحمه عليه وإن لله وإن إله يراجعون هناك من كتب في شأنه وقارن بينه وبين ستيفن ويليام هاوكينغ ذاك العالم الفيزيائي كتب على حساب أزهى أطياف وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلاهما أصيب بشلل رباعي لكن شتان بين هذا وذك أحدهما ستيفن هاوكينغ ذلك الفيزيائي الذي أكثر أكثر من إقامة الحجج أكثر من إقامة الحجج على نفسه طارة بقوله بأن للكون بل وللزمن بداية وطارة بوصفه تصميم الكون بالعظم في كتابه The Grand Design The Grand Design التصميم العظيم وما زدته تلك الحجج إلا كفراً بالخالق وإنكاراً لهو بل وأخذ يتكلم عن عدم وجود الجنة والنار وكأن الكلام عن الجنة والنار من تخصص الفيزيائيين يقول وكأنه ينتقم من خالقي لإصابتي بشلل رباعي أما الثاني فهو الداعية عبدالله بنعمة وقد أصيب بالشلل الرباعي فما كان منه إلا الصبر والاحتساب والحمد بل والدعوة إلى الله والمساهمة ببعض المشاريع الخيرية حتى توفاه الله قبل ساعة رحمه الله رحمة الله عليه وقد علمنا رحمه الله أن الإعاقة الحقيقية في الروح والقلب إلى الجسد اللهم اغفر لنا وأجز عن صبره ودعوته خير واجزي عن صبره ودعوته خير الجزاء وادخله الجنة بلا حساب هذا هو العنوان الذي أردنا أن نختم به حلقة اليوم الرقم موجود على الشاشة ويرفقكم وأرحب وأدعوكم دائما لمزيد التعليق ولمزيد المراسلات ونأمل أن يتطور البرنامج في قادم الأيام أيضا الحقيقة نحب نقول بأنه مرة أخرى الاتصالات وعلى هذا الجهاز قاعد نشوف الاتصالات على البرنامج جي وكلها ميسيد كولز ورسائل إلى خير نحب نقول أعتذر أعتذر جدا منكم لأنه حجم الفريق الموجود وتقنية يعني ولوجستية لا يمكن أن نتفاعل مع تعليقاتكم أثناء البرنامج وبالتالي بدي اللي عنده فيديو يحب يبعثه وخاصة لو يكون موجز على موضوع معين من دقيقة إلى دقيقتين اللي عنده تعليق كذلك قاعد أستفيد من ملاحظاتكم في كل التدوينات وفي كل تقريب الموضوع وتمشي الحلقة تقريب سياغته جي حسب المرسلات اللي قاعدة جيني طبعا وأقرأها أول بأول على الأقل نقرأ تحياتي بلغ سلام إلى قيس السعيد وقل له إن هذا من كندا مواطن تونسي من كندا كتب الآن ونحييه قال تحياتي بلغ سلام إلى قيس السعيد وقل له إن قانونك وانقلابك لم يجعلني ممثلا في مجلسك مواطن تونسي في كندا شكرا لكم في ختام هذه الحلقة وشكر موصول للفريق الذي أمن لكم الحلقة ألقاكم غدا السابع بنقل تونس حتى ذلك تلك اللحظة وحتى تلك الساعة ألقاكم بألف خير